مسألة بقى الرؤية التانية مسألة الكلاب هي معدتهاش بس هي فضلت تجري وراها هي الكلاب أعداء عموما في المنام تأتي تفاصيل المنام بقى والسيناريو بتاع المنام هو اللي بيحدد مين القريب ومين البعيد ومين اللي نحذر منه ومين اللي نقرب منه هو هنا في المنام في ناس حميتها في المنام فإذا أعمالها الصالحة هي اللي هتحميها في اليقظة على قدر الإمكان تأخذ بالها من الناس اللي بتتعامل معهم والحظر مطلوب مع الجميع وخاصة الناس اللي بتاكلوا تشرب معاك وناس قاعدة ممكن يأخذوا كلامين إلو يسببوا لك مشكلة مع حد المنام الأخير كان بتاع أختنا فأنا عايزة أسأل سؤال لحضرتك ده بالنسبة للكلب الحيوانات التانية يعني كل حيوان ليه تفسير مختلف هو من الأشياء المضرة اللي لم أخذ الكلب التعبان القطط في المنام دي حاجات كلها لما تطلع لنا مش مستحبة نحس إن فيه شر جاي الأسد شر بردو الجمل الجمل بس فيه حاجات طبعا على حسب السيناريو يعني السيناريو المنام يقول إيه طب إيه الحيوانات اللي تبشرنا كده إن فيه حاجة خير هو مثلا الطيور هي الطيور أفضل شيء بشكل عام إنما الحيوانات يعني ما بحبهاش كتير في الأحلام خاصة كمان يعني هو يمكن الغزال يعني هو يمكن كويس يعني بالنسبة للحيوانات أما بالنسبة لبقية الحيوانات اللي في الرؤية يعني فيه حيوانات بيتكلم وديه منتقل خطورة اللي يتكلم معاك في المنام منهم اللي بيعض ده بيبقى وأخطر يعني ده بيبقى غدر للإنسان طيب خير برضو يعني هي ما تعدتش في الحلم فخير إن شاء الله هو على حسب الحوار اللي بيحصل في المنام بيبتدي إحنا نسقط التأويل أو التحليل بتاعه